وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة القاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد والسابع ذو اشتباه أبو سلمة أو سالم أو فأبو بكر خلاف قائم يقال في الفقه الفقهاء السبعة وهم سبعة من فقهاء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في مكان واحد وهو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمان واحد وهو زمان التابعين الأول هو خارجة بن زيد بن ثابت والثاني هو القاسم بن محمد بن أبي بكرين الصديق والثالث هو عروة بن الزبير والرابع هو سليمان بن يسار والخامس هو عبيد الله بن عطبة بن مسعود والسادس هو سعيد بن مسيب واختلفوا في السادة إلى ثلاثة أقوال فقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث